ده أناند البطل بتاع فيلمنا ودي تنفي بطلتنا الجميلة وشغالة دكتورة نفسية وفيلمنا بيبدأ لما أخوه بياخده بيروح يودي مستشفى الأمراض النفسية لأنه متهم بجريمة قتل والدكتور بيقول له لازم نعمله اختبار الأول ولما بيتكلمه معاه بيحسه انه في كامل قوال عطلية لكن مرة واحدة بيتحول وبيحاول يضرب زبابة وبيفضل يكسر في كل المكان لحد ما بيقدر يمسكها في الآخر وفي الوقت ده بيعتبره مريد نفسي وبيلبس رقم 36 وبيدخل العنبر ومستغرب كل الناس اللي حواليه وبيشوف اللي بيلعبه أمار وفاكرين نفسهم أغنية واللي مسك الكتاب وعمال يقرأ فيه ومن ناحية تانية ده بيكون رانا أبو تنفي وفي نفس الوقت مدير المستشفى اللي بتعالج فيها أناند أما ده فبيكون الدكتور سونل اللي بيشوف الملف بتاع أناند وبيفتكره على طول وبنعرف في الوقت ده أن أبو أناند كان غني جدا وهو اللي صرف على تعليم سونل لحد ما بقى دكتور ودايما كان بيتعامل مع أناند كأنه أخو الصغير وبعدها بيروح يقبله وبيحاول يفكره بنفسه لكن ما بيكونش عارف هو مين ومش فكره خالص وتاني يوم بيمثل انه بيأخذ العلاج وهو في الأساس بيتحك عليهم لكن تانفي بتشوفه وبتزعق ليه فبيتضايق جدا وبيمثل انه بيأخذ العلاج غصب عنه وبعدها بتودي العنبر وبتأمر ينظف المكان كله لكن هو ما بيكونش عارف وبيفضل يضرب الأمن من غير ما يقصده عمال بيكسر في المكان وفي الآخر بيتفاجئ ان مدير المستشفى موجود قدامه ولما بيشرح له اللي حصل بيشوف زبابه وقف على وشه فبيحاول يموتها وبيضربه بالقلم وبعدها الأمن بيمسكه وبيأخذ له غرفة الجلسات الكهربائية وبيربطه رجله وقديه وبيبدأ الدكتور يشغل الأجهزة وهو مش عارف يعمل حاجة لحد ما بيفقد الوعي بتاعه وما بيكونش قادر يتحرك وبعدها بيرجعوا العنبر تاني وبيضحك على صحابه وبيخضهم لأنهم كانوا فاكرينه ميت وتاني يوم بيشوف صاحبه مايكل عمال بيعيط وبيسأله ما لك فبيقوله حبيبتي ماتت وعايز شامع علشان أصلي عليها فبيقوله ما تقلقش أنا هجبها لك وبيروح يقابل واحد من الأمن واسمه نراين وبيعرض عليه رشوة علشان يديله الزي بتاعه ويخرج يشتري شامع لصاحبه وفعلا بيوافق على كلامه وبيداري وشه وبيطلع برا المستشفى ولما بيكون في الشارع رانا بيشوفه بالصدفة وهو بيحاول يرجع المستشفى بسرعة علشان محدش يعرف سره ورانا بيدور عليه لكن بيتفاجئ بأنه موجود قدامه وكأن مفيش حاجة حصلت وبعدها بيحكي لسونيل هو عمل ايه فبيستغرب وبيقوله ما تعملش كده تاني وبيكون خايف عليه واناند بيقوله انت أخويا سونيل وبيطلب منه يساعده دايما وهو متأثر جدا بكلامه وعمل بيفتكر في كل ذكرياته معاه ومن ناحية تانية الامن بيشوف الشامع مع مايكل وبيحاولوا ياخده منه بالعافية وعملين بيضربه فيه واناند بيكون متضايق وبيروح يدافع عنه وبيأخذ الشامع تاني وبيرجعه لي لكن في الاخر بيمسكوه وكلهم بيتقطروا عليه وبيوصل رانا وبيأمرهم يودوا غرفة الصدمات ولما بيكون في الطريق بينادي ويقول أخويا سونيل وهو بيسمعه ويروح ليه وبيحاول يساعده ويبعد الامن عنه ورانا بيكون شايف كل حاجة فبيقابل سونيل وبيسأله ليه ما نفستش أوامري وبتحاول تساعده فبيقوله لان أناند بعتبره أخويا وأبوه كان قاضي وهو اللي صرف عليها لحد ما بقيت دكتور وتاني يوم أناند بيفضل يرقص وبيغني في كل مكان ولما بيشوف تانفي بيحاول يرقص قدامها وهي متضايقة جدا وبتزعق ليه وبعدها بتاخده المكتب بتاعها وبتحاول أنها ستعاقبه وبتحذره لو ما سمعش كلامها هتودي غرفة الصدمات وعمالة تكتب في الاستمارة بتاعتها علشان هتسافر لندن وهتشتغل هناك لكن غصب عنه بيقع على مكتبها والورق بتاعها بيبوز وبتفضل تضربه بالألم وهو عمال بيتأسف ليها ومش عارف يعمل ايه وبعدها سونيل بيحاول يهديها عشان ما تزعلش وبيطلب منها تساعده انهم يعالجوا أناند ويخرج من المستشفى وبيديها المذاكرات بتاعته علشان تقراها وتعرف ازاي بقى مريض نفسي ومن ناحية التانية واحد بيقول له عيد ملاد حفيدي بكرة وعايز ابعت له هدية لكن مش عارف اوصلها ازاي فبيقول له ما تقلقش أنا هحل مشكلتك وبيروح لناراين وكالعادة بيدي له رشوة علشان ياخد ازاي بتاعه ويخرج برا المستشفى وبعدها نراين بينام مكانه في السرير لكن بيجي وقت العلاج وكلهم بيكتشفوا الحقيقة وأن اناند مش موجود ولما بيرجع المستشفى بيلاقي رانا واقف قدامه وبيكون متفاجئ جدا وبيؤمر الامن انهم ياخدوه ويودوه غرفة الصدمات وبعدها بيطرد نراين برا المستشفى وفي نفس الوقت تنفي بتقرأ المذكرة بتاعته وده بيخلينا نرجع للماضي تاني وبنعرف ان ان اناند شابه متعلم وغني جدا وبيحب واحدة اسمها مايا وبيطردها في كل مكان علشان يقرب منها وبيكتب لها على ازاز عربيته وانا بحبك لكن هي ما بتدولوش فرصة ودايما بتباد عنه وبنعرف انها عايشة في كنيسة وعايزة تكون راهبة فبيمثل انه تابع شركة الكهرباء وفي عطل موجود في قودة مايا وفعلا في الاخر بيضحك على الامن وبيقدر يدخل وهي لما بترجع لقودة بتاعتها بيكون كتب لها على كل الحطان انا بحبك وما قدرش عايش من غيرك وتاني يوم بتقوله وانا كمان بحبك لكن مش هينفع نتجوز علشان عايزة تكون راهبة فبيقرر يروح الكنيسة اللي موجودة فيها وبيمثل قدام كل الناس انه هيولع في نفسه لو رفضت انها تتجوزه وبيغرق نفسه بالبنزين وبعدها بيولع عود الكابريت وفعلا النار بتمسك فيه وهي متفاجأة جدا وبتكون خايفة عليه وبتطلع وبتحاول انها تنقذه لكن لما بتوصله بتكتشف انه ضحك عليها وبتضربه بالقلم وبتوافق في الاخر انها تتجوزه وتاني يوم بيقابلها وبتقوله كان نفسها تعلي مركب خيل فبيخليها تركب الحصان وهي بتكون خايفة لكن مرة واحدة بيطلع اجري بيها وبتكون عمالة بتصرخ وبتنادي عليه وهو بيحاول ينقذها وما بيكونش عارف وفي الاخر بيكتشف انها بتتحك عليه وبتعرف تركب خيل وبعدها بيشترو فستان الفرح وهو عمال بيصور فيها وبيكون فرحنين جدا وتاني يوم بتقوله حلم حياتها تتعلم سوية العربيات فبيركبها العربية وبيحاول يفاهمها تعمل ايه لكن مرة واحدة بتسوق بطريقة جنونية جدا وكانت هتعمل مليون حدثة بيهم لحد ما في الاخر بتعمل امريكاني بالعربية وهو بيقع على الارض وبنكتشف في الاخر انها بتعرف تسوق وبتقوله انت تتحكت علي قبل كده وانا تتحكت عليك ودلوقتي انا وانت بقين خلصين وقبل الفرح بيوم اناندي بيعمل حفلة فيتو وبيعزم كل صحابه علشان يتعرفوا على مايا وهي عمالة بتغني لانصتها حلو ولما بيكونوا قاعدين بتقول نفسها تتعلم السباحة فبيقول لها المرة دي مش هتعرف تتحكي علي وبيشيلها وبيرمع في حمام السباحة وبيقول لها تعليمي لوحدك وبعدها بيروح يدفع فواتير الفندق ولما بيرجع عليها بيلاقيها غرقانة وبيكون مصدوم جدا ومش مصدق ان مايا ماتت وتاني يوم بيعملوا الجنازة بتاعتها وهو عمال بعيط ومش مستوع بانه هو موتها بأيديه ومن وقتها بيكون مجنون ولما بنرجع لوقتنا الحاضر تنفي بتروح لاناند لكن لما بيشوفها بيخاف منها وهي بتحاول تقرب منه وبتغير طريقة تعاملها معاه وبعدها بتقابل سونل وهم الاتنين بيتفقوا يساعدوا اناند علشان يفتكر الماضي بتاعه ويقدروا انهم يعالجوه وفعلا تاني يوم بتحلق دقن وبتخليه البس هدوم جديدة وبتخرج معاه وبيفضله يغن ويرقصه وبيقربه لبعض جدا لكن للأسف بيسيبها وبيطلع يجري منها وهي ما بتكونش عارفة توصله وبترجع المستشفى وبتكون عمالة تعيط وبتتمنى يرجع تاني وفعلا بتلاقي قدامها وعمال بيجري ناحيتها لحد ما بيوصلها وبيقول لها كنت باشتريلك اساور مكان اللي قسرتهم ليكي وهي ما بتكونش مصدقة وفرحانة جدا وبعدها في فترة رانا بيسافر علشان يحضر مؤتمر وبيقول لسونل انت اللي مسؤول عن المستشفى في غيابي وتاني يوم تنفي بتخرج معاك العادة ولما بيركبوا العربية وبيقفل الإزاز بيلاقي مكتوب عليها I love you وعمال بيفتكر مايا وحاجات كتير من الماضي وبعدها بتاخدوا البيت بتاعها وبتخليه يدخل قدتها وبيلاقي كلام كتير مكتوب على الحيطة زي ما كان كاتب لمايا وكالعادة عمال بيفتكر فيها وهو مش فاهم حاجة وفي نفس الوقت بتديله ألة موسيقية وبيكون متفاجئ لما بيشوفها وبيفتكر زمان لما كان بيستخدمها والسوني اللي وتنفي عمالين بيغنوا الأغنية بتاعت مايا علشان يحاولوا يفكروا وهو عمال يدور عليها ومش عارف هي فين وبيفضل يجري لحد ما بيغبط في شجرة وبيفقد الوعي بتاعه ولما بيرجع المستشفى تنفي عمالة بتبص ليه وبتفتكر لما كانوا خارجين مع بعض وشكلها كده حبته وفي نفس الوقت قنان بيفوق وبيستغرب المكان اللي فيه وبيسألها أنا بقالي هنا قد ايه وبنكتشف إن الزاكرة بتاعته رجعت تاني ولما بيشوف سونيل بيتعرف عليه وبيفتكر كل حاجة لما كان صغير لكن تنفي بتكون زعلانة وعمالة بتعيط وبتقول لسونيل إنها بتحب أناند ولو ساب المستشفى هي مش هترجع تاني ولما بتخرج من عنده بتلاقي أناند كان سامع كل كلامها وبيقول لها وأنا كمان بحبك وبعدها بيقربوا البعض جدا وشوية حب على شوية أغاني وكله بيكون تمام لكن للأسف نراين بيشوفهم بالصدفة ومن ناحية تانية رانا بيرجع من المؤتمر وبيكون معاه واحد اسمه قران علشان هيجوزه لبنته ولما بيروح المستشفى بيعرف إن أناند تعالج وبقى سليم مية في المية وبيكون فرحان ليه وبيوافق على خروجه وبعدها بيدي لسونيل دعوة جواز تنفي على قران وتاني يقوم نراين بيروح لران البيت وبطلب منه ويرجع الشغل تاني لكن بيكون رافض فبيتدايق منه وبيقول له بنتك وأناند بيحبوا بعض وانا شفتهم وبيهددوا هيفضحوا في كل مكان وفي الوقت ده كران بيكون واقف وبيعرف كل حاجة ورانا بيقابل سونيل وبيتأكد من كل الكلام اللي سمعه وبيقول له مستحيل بنتي تتجاوز واحد مجنون وانه مستعد يعمل أي حاجة في الدنيا علشان يبادهم عن بعض ومن ناحية تانية كران بيقول لتانفي أنا عارف إنك بتحب أناند وبيطلب منها هيكونوا صاحب زي الأول لكن رانا بيرجع البيت وبيهدد بنته لو لم سمعتش كلامه هيخليها تندم على كل حاجة عملتها ومهما حصل مستحيل يخليها تتجاوز واحد كان مجنون وتاني يوم بيروح المستشفى وبيعامل أناند بطريقة وحشة جدا وبيقول له انت لسه مجنون فبيستغرب وبيقول له أنا سليم وبكامل قوية العقلية واخوية موجود بره علشان ياخدني ونروح المحكمة وأثبت البراءة بتاعتي لكن رانا بيرفض وبيقول له طول ما أنا عايش مش هتخرج من المستشفى وبيخلي الأمن يمسكه ويحطه في غرفة الصدمات وأناند مش عارف يدافع عن نفسه ولما بيعرف سوني للي حصل بيترجى رانا يخرج أناند من المستشفى لكن بيكون مصمم وبيقول له لازم أحمي بنتي منه وبيهدده لو ما اسمعش كلامه هيفصله ويطرده برا المستشفى وهو بيكون قليل الحيلة ومش عارف يعمل حاجة وبعدها بيقابل تنفي وهم الاتنين بيقرروا أنهم يهربوا أناند وهي تاخده وتسافر مع المكان بعيد ومن ناحية تانية رانا بيقابل أناند وبيقول له لو قلت البنتي أنك مش بتحبها هخليك تسيب المستشفى لكن هو بيكون رافض الكلام بتاعه فبيتضايق منه وبيقول له طول ما أنا عايش هتفضل محبوس في المستشفى وفي نفس الوقت أناند بيضرب كل الأمن ومحدش منهم بيكون عارف يسيطر عليه لحد ما بيوصل لرانا وبيكون مسكه وبيحاول يموته وينتقم على كل حاجة بيعملها فيه لكن بيدوله حقنا مهدئة وبيتم إنقاذ رانا من الموت في اللحظة الأخيرة ولما بيجي الليل تانفي بتحضر شنطتها علشان تسافر مع أناند وسوني بيروح المستشفى علشان يهربوا ولما بيدخل العنبر بيلاقيه مش في وعيه وبيكتشف أن رانا عمله عملية هتخليه طول العمر لا بيتحرك ولا بيتكلم ولا بيأكل ولا بيشرب يعني يعتبر شبه ميت وأناند عمال بيعيط وصوني مش عارف يعمله حاجة وبيتأسف له علشان مقدرش يحميه وبعدها بيمسك المخدة وبيحاول يخنقه لأن الموت هيكون أفضل له وصحابه بيروحوله وفاكرينه هيقوم ويخدهم زي كل مرة لكن بيكتشفوا أنه مات ومش هيرجع تاني وسوني بيروح لرانا وبيقول له أنا موتت أناند وانت السبب في كل حاجة ولأنه من النهاردة مش هيعرف يقول له أخيه سوني المنتاني لكن للأسف تنفي بتكون وقفة وسمع كل حاجة وبعدها هي كمان بتتجنن وبتلبس رقم 36 ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد